وكمان يعني هحربت كلامك بالتشكيل يمكن برجع تاني لآخر تشكيل الكابتن حسام البدري يمكن اه من فترة طويلة كان بيعتمد مثلا عبدالله جمعة كان بيلعب بك شمال وإحجازي ومحمود علاء ومحمد هاني وإحمد فتحي هنبص للتشكيل اللي بدأ به مبارح كان هاني طبعا هاني وإحجازي والوينش وبالفتوح طبعا النيني والسولية بفوسط الملعب اتنين ديفندر يعني ستة وثمانية وفيه طبعا تريزي جي عبدالله السعيد زيزو ومصطفى محمد تولي على التشكيل كابتن سامير هو التشكيل متناصق فيه توازن في التشكيل فيه عناصر خبرات وعناصر شباب وجيه الوسط وجيه نظر ان الكابتن حسام اختارت التشكيل الأنسب في ظل غياب محمد صلى الله عليه يعني خلينا نتكلم وارده نتناقش فيها كان فيه بعض الكلام في بعض المك يعني التشكيل ما كانش غايب على الناس كتير الشنوي كان حاجز مكانه وكان الفكرة يبدأ بأيمن أشرب كباك شمال ولا أبو الفتوح دي كانت جزئية الجزئية التانية يبدأ بإنني ولا طريق حامد لأن الجزئية دي برضو السولية متفوق بشكل كبير فكان الجزئية دي فيها كلام والجزء التالي برضو يا أكيد انت كنت متابع طب يبدأ بمصطفى محمد ولا بكوك خلينا نبدأ بأبو الفتوح أبو الفتوح عمل محشاق كويسة جدا مع كابتشاو غريب في المتخب الومبي وبرضو رجل في الملعب لعب محشاق كتير في الدوري مع اسموحة شو مع اسموحة؟ مع اسموحة أبو الزف يعني رجل في الملعب ولعب كويس على فكرة كان من المكاسب اللي كانت موجودة في مبروت أمس أبو الفتوح أبو الفتوح ونازم ملك يفكر أنه يرجع تاني أو بالفعل هو رجع فهو مكسب لمنتخب مصر ودي من الاختيارات اللي حضرتك كنت تتكلمي فيها اللي الكابتن حسام توفق فيها يخترب الفتوح اللي ضموهم يعني للمتخب لا وكمان اختياره في التشكيل الأساسي ده رقم واحد لأنه عمل جاب كويس أوي ناحة الشمال كروساته كان كويسة في توازن ما بين الدفاع والهجوم فظهر بشكل كويس نفس الشيء ناحة تانية لمحمد هاني فيه الوينش وفيه حجازي اللي اتنين مختلفين عن بقى حجازي هادي وبيبدأ الهجمة وكرته أحسن شوية لكن الوينش اللي انقضاد عن الكورة والتيكوف والقطع والقوة والشغل المدافعي اللي انت عارفه ده كابتن هاني بصراحة أقدر زي أكتر هو آخر شهرين أفضل اللعيبة في المركز ده بصراحة مندي كل واحد حقه ووينش من أفضل اللعيبة اللي قدت أمس وأحرز هدف ده 54 هدف هو بيحب يلعب الكورة دي إنه هو بيبقى متوياجد جوة 18 وبيكمل وبياخد الكورة التانية إنه هو يحرز الهدف وبالفعل أحرز الهدف النني والسلية مختلفين شوية النني نفس طريق طريق حامد فما ينفعش اللعب طريق حامد والنني اللي اتنين طريقة واحدة وأسلوب واحد فالسلية عنده الميزة إنه هو سريع بالكورة شوية وبيكمل من وراء نص الملعب اللي بتحرك من وراء الخطوط كويس قوي وبيبقى إضافة مع التلاتة اللي تحت الفرود وبيزيد ممكن يبقى شغال زي بلاي ميكر تحت التلاتة وبيقدر يلعب على الإطراف ودي كانت ميزة كابتن حسام إنه هو كان عايز يلعب على الإطراف عشان أسلوب محمد يلعب هيدر عبدالله سعيد طبعا عقل المفكر وزيزو وترزيجي ترزيجي طبعا ما فيش جدالة عليه لكن هو كان يعني عمل تبادل مع زيزو في معظم أوقات المباراة ده يلعب شمال شوية وكابتن حسام في أول 25 دقيقة بدلهم يبدأ ده يجي ناحية اليمين وترزيجين ناحية الشمال نفس الشيء برضو شو التاني غيروا شوية كانوا ماشيين بشكل كويس الجابهات اشتغلت لكن ما كان الشغال جابها باكوهاف مع بعضها كابتن هاني هاني ما كان الشغال مع زيزو بشكل كويس إنه هما يعملوا أوفرلاب أو تيكوفر ويشغلوا وصلى محمد إنه هي دي النقطة اللي كان بيلعب عليها الكابتن حسام وبدأ بمصطفى محمد عشان يستغل الكرات العرضية إنه هو بيلعب برأس كويس جدا ودي اللي بيلعب بيها نادي الزمالك فهو خد يعني تحس إنه غشاه من نادي الزمالك والطريقة والتاكتك اللي هو بيلعب بيها حاب يطبقها في المنتخب سواء من ناحية الشمال أو من ناحية اليمين عبدالله السعيد كان العقل المفكر لمنتخبنا الوطني مبارح لكن برضو ما كانش في حالته كان مطلوب منه أو الناس أو الجمهير كانت طالبة منه أفضل من كده سلام محمد